اشتركوا في القناة او نادي صحي يعني البيوت الصغيرة عموما ما نحصل فيها جيم او نادي صحي كيف نقدر من خلال انه مساحة صغيرة يكون عندنا جيم بالبيت اوكي هلا الاي جيم بده يكون موجود عنا بالبيت يفضل انه يكون موجود بغرفة منفردة لوحدها يعني ما يكون جزء من غرفة تانية مثلا يعني يفضل لانه بده الواحد يحط موسيقى معينة بده يحضر مثلا برنامج رياضي معين مثلا لازم يكون غرفة منفردة عشان يكون اسهل الواحد يعمل تمرينه الرياضية ويعملها ما يصفي زهقان لانه فيه ناس بتيجوا تحكي معه او هذا لا تكون غرفة منفردة يفضل انها بها ما تحسين ان الغرفة المفردة بالعكس ممكن تقلل من ممارسة الرياضة لانها راح يطفش لا ايك وقتها يجيب حدا يتمرن معه بس مش انه حدا يكون عم بعمل اي اشي تاني جنبه لانه ما حيركز صراحة الرياضة بده تركيز اذا اي حركة غلطة عملت بصفي واحد متضرر وبطل انه يوقف الرياضة كلها اكيد لا يفضل يكون جيم فيه موسيقى حلوة الـ AC درجة حرارته معينة لنادي مش النادي هو الغرفة الرياضية ما بدهتش نسميها نادي بس انه الغرفة الرياضة لازم يكون فيه درجة حرارة معينة الموسيقى تخلي الواحد يتشجع الانارتها تكون غير عن انارة غرفة الجلوس اذا هو قرر يعمل الرياضة بغرفة الجلوس اما تكون الغرفة مهيئة بالعكس الواحد بصير يحب يعمل الرياضة اكتر اي يعني هني سماح يعني فيه ناس مثلا مو عندهم مساحة انت هني تكلمين عن بيت هذه الغرفة راح تكون غرفة اضافية بالبيت بالزبط وتعرفين يعني مثلا هني عندنا مو كل البيوت فيها مساحات كبيرة فهني شو ممكن يسوي الواحد هلأ وقتها بيصير بده يختصر بالاجهزة مثلا يستعمل اجهزة مش كبيرة اجهزة صغيرة اجهزة بتقدر تنحمل معك نوع رياضة معينة هلأ فيه كتير اختراعات لرياضة بتدري مثلا فيه نوع رياضة اسمها مثلا تيار اكس بتركبيها على الباب نفسه فهني بكونوا مثل الاحبال وبصيرين عملوا التمرين عليها بس انا هلأ بحب اناقش بمكان اذا انتي خصصتي ببيتك لنادي رياضة هذا اللي نبي تكلم عنه سماح يعني مثلا كثير من السيدات او الرجال عندهم كثير من الادوات اللي هي حق التمرين الرياضية كيف ممكن يوظفونها ويلتزمون فيها يعني ساعات تلاقيين هذي بصوب وهذي بصوب وهذي بصوب كيف ممكن نرتبها ويكون عندنا نادي صحي بالبيت او جم حتى لو كان صغير ونقدر نلتزم فيه بالضبط هلأ نفكر مع حالنا هذا الجم ايش هيخدم هلأ مثلا اذا كان لحدها بحب يعمل مثلا نوع رياضة معين زي بده بوكسنج باك مثلا يكون فيه مكان مخصص لهذا البوكسنج باك او انه مثلا نقول الواحدة بتحب مثلا تعمل تمرين رياضية بدون اجهزة تكون مثلا الارضية معمولة بطريقة معينة اللي هي تقدر تاخد مثلا نوع رياضة اللي هي بدها تمارس اي روبك او غير بالضبط اللي يكون عندنا البركي المناسب يكون فيه عندنا الفرشات المناسبة اذا فيه تمرين هلأ هون عم نشوف نحن على المكينات اللي هي خفيفة ومحطوطة كأنه على شرفة او اللي هي ترس بالبيت مثلا زعنية هدول المكينات هنه مش صعب الواحد يحملهم سهل تنقليه هون مكان للتاني وكمان لما يكون فيه قدامك منظر حلو لو بدهت تعمل رياضة بترويه صراحة بتحب تعمليها يكون حلو شو اكثر الاساسيات اللي اذا اخذنا كورنر بالبيت او عندنا غرفة بنسويها جيم لازم تكون متوفرة فيه اوكي مثل ما كنت عم بقولك المهم ارضية كتير تكون صح معمولة حسب التمرين اللي نحن عم نفكر نعمله لقدام يكون فيه الانارة تكون محلوة لنوع الرياضة اللي نحن بدنا نعملها كمان تكون فيه هنا انارة على اكثر من نوع انارة يكون فيه هنا انارة مشاعة كتير اذا نحن عادي بدنا نحضر اشياء على التلفزيون ونعمل التمرين معه هلأ نحن عم نشوف هذا الكلام هو للولاد الصغار او حتى كمان ممكن الاهل اذا فيه عندهم جدران مثلا بالبيت ممكن تصلح لهذا الاشي بالعكس حلو منه بتشجعوا الصغار يعملوا تمرين مع اهليهم بصير هيك بيقرب الناس العيلة لبعضها بصيروا يعملوا تمرين مع بعضهم بدلا ما كل واحد عم بعمل تمرينه لحاله بنبسته بنفس الوقت بكون عادي عم بعملوا رياضة لو تعالقين على هذ الصور سمع اوكي هذول الصور هي متل ما كنت معا بقولك حلو الأهل يبلشوا يعودوا اولادهم الصغار يعملوا تمرينهم الرياضية بداخل البيت اذا احنا ما معنا مجال انه نضلنا نروح على نوادي منها الجدار اللي بتقدر تتسلق عليه منه ممكن يعملوا على السقف مثلا نوع من انواع الحداية اللي هي طبعا تكون مدهونة ومهيئة لأولاد الصغار اللي يستعملوها منه بصيروا يلعبوا ألعابهم بدل ما هنه داما عادين وبتمرنوا مع أهليهم ونفس الوقت بكونوا فادوا جسمهم بهذا النوع كثير من الناس والأهال اللي سماح يعني يتعذرون انه ما نبي نشتري أدوات رياضية ما عندنا مساحة ما عندنا ايش ايش تقولي لهم هذين الناس اللي قاعدين نشوفهم مثل ما شوفوا أنا بالصور هلا هذول الجدران الكبار وصغار عم بستعملوهم فبتقدر تستعمل تعملي عندك حيط واحد بالبيت اللي يقدروا يتسلقوا عليه مع بعض لولا فترة معينة بتقدر تعملي عندك تعلقي بالسقف عندك هكس بنقاموا بنحطوا بتركب عليهم لحبال بتقدر تلعب انت واطفالك أو انت وافرد عيلتك تطلعوا عليهم تعملوا تمارين معينة مع بعض مثلا البسكريت اللي شايفينه هون عندنا اذا احنا من نهوات السايكلينج دراجات مش ضروري انه نحطه مثلا بكوريدور البيت او هذا بالعكس بيكون البسكريتات هلا كلها عم تكون حلوة وحلو انه نعلقها على الحيط كقطعة فنية حتى بالضبط اي انه نستفاد منها يعني كثير حلوين حتى لو كان الحيط ورا الجدار غامق ونوع مثل ما هون عم نشوف الجدار غامق والبسكريت تعنا لونه قوي بالعكس هيا لنا نوع لوحه بالعكس ما بتدايق منه انه بالطريق او انه مش عارفوا وين تروحي فيه والبسكريت صحيح سماح مثلا في بعض البيوت حصلين عندهم مساحة في الحديقة الخارجية حسب رأيتي وفضل ان نمارس الرياضة في مكان مفتوح او ان المكان المغلق ما رح يأثر علينا هلا حسب كمان نوع كل كثير في انواع رياضات حلو الواحد يعمل الرياضة خارج البيت اذا الطائس مناسب كمان لما بكون في عندك نوع الهوى طبيعي والشمس حلوة والطائس بساعد اه ليش لا ومنستعمل ناخد كورنر في الحديقة ونحاوله الى الجم بالضبط ليش لا بس انه اكيد ما منقدر نخلي مثلا اي اشي عم نستعمله برا الا اذا مثلا اطعم ما بسلها اي اشي مع الطائس بس وقتها بتتغلب شوي اذا المكان مش مسكر انك بدك دك دك ضلك تحملي ادواتك الرياضية من مكان للتاني بالنسبة للناس اللي ما يبون يسوون جم عندهم في البيت لكن عندهم مجموعة من الادوات الرياضية كيف ممكن نخصص جزء بالبيت انه نحط فيه هذه الادوات بس بدون ما يخرب علينا شكل البيت وانا تفضلين يكون هذا الجزء هل يكون بالصالة يكون بغرفة الدرسينج او غيره درسينج صعب لانه هي عادة درسينج كتير فيها حركة بدك تنقي عندك زاوية بالبيت انها تكون ما بتستعمليها كتير يعني عندك زاوية دايما فيها مثلا فازة معينة ما إلهاش معنا وكتير كبيرة ومخدزة وينزيح هاي الفازة او هاي الكورنر ونعملها هناك الكورنر تبعتنا مثل هون كمان عنا شايفة كيف طريقة التخزين الادوات الرياضية لما منفكر بطريقة معينة ونعملها جزء من البيت ما نحس انه لازم حلو نعرضها هلأ كلهم عادين المواد الرياضية والادوات الرياضية عم بتفننوا بأشكالها بالعكس حلو نعرضها ونخليها جزء من ديكور البيت بطريقة معينة بس انه يتناسب مع الشكل اللي عني وكذي ممكن حتى لما يزوروا الأصدقاء يتشجعون يشوفون عندك انت بدل ما يعدوا ياكلوا بسيروا يعملوا رياضة مع بعض بسيروا يلعبون رياضة مع بعض هلأ هلأ هون بتشوفي الترامبولين هذا الصغير وفيه جلسة جنبه اذا فيه حدا مثلا بدي ونس التاني اللي بدي يلعب الرياضة وما يزهق اللي عم بلعب الرياضة هون وقتها بقدر يكون قاعد معه والتاني على الترامبولين هاي الصغيرة بنعمل عليها انواع الرياضة فهدول الأشياء سهلة تنقليهم وهاي ممكن تكون كمان زاوية عندك بالبيت مش نادئة مش غرفة منفردة لحالها بس ممكن تكون هاي زاوية هاي الأدوات ممكن تقدر تحطيها فيها مثل هذا الحبل هذا كثير حلو صراحة إذا فيه عندك سقف عالي بصيروا الملاده بس طبعا يفضل يكون فيه فرشات تحته وهيكا أشياء حاصة بالهذا وبصيروا يتسلقوا علي بالعكس اني حرياضة لتسلقها حلو سماح بثلا حبيت الموضوع قاعدة أتشجع يعني للموضوع لأن فعلا كثير من الناس يقول لك شو صعب بسألك عن الصالة يعني تدري الصالة هي أكثر القاعدات فيها والجمعات والبنات إذا حطينا أخذنا كورر من الصالة وحطينا وسوينا نفس الحركة اللي كنت أشوفها بالصورة ما تخرب شكل الصالة حسب رأيج بالعكس أنا بحب يعني من الأشياء اللي بحبها أنه تخلي ديكور تاعك جزء من هذول الأدوات تشجعني هذه الصورة تشجعتني كبه شو حلوة يعني مطبخ من صوب وهالكر رحطينا حق الرياضة بالعايس بكل ما يتبخوا لي سوي رياضة بالزوط يعني لو يكون معاك خمس دقائق تطلع على الحبل وتنزلي لا بس إنه حلول إذا يعني شوفي إذا بدك هاي مثلا خلينا نقول هذا الحبل ترجع بتعملي له مثلا الشبكة صغيرة تانية بالحيط اللي إذا أنت بدك تستعمليه من تحت بتربطيهم بالسائف وخلاص أو بتفكي كله يعني الواحد يفكر بهكتور عشان يضل يعمل تمرينه الرياضية بدون ما يحس إنه حاله ترك وضيع وقت ورحلت إن شاء الله مشاهداتنا يسمعون الكلام ويسمعون كلامك ويسوون لهم جزء بالبيت يعني جيم وهذا كثير يفيدهم وفيد الأطفال طبعا طبعا حلو يعملوهم مع بعض عشان كمان الأطفال يصيروا أنت سمح إن شاء الله كل أسبوع تعطينا نصائح وايد حلوة وفكار جديدة إن شاء الله مشاهداتنا يستفاودون منها يعطيك العافية لحضورك معنا شكرا إليك شكرا مثل ما شفتوا مشاهداتنا حاولوا تخللون عندكم كورنر بالبيت عشان تسوون رياضة وتحظون على رشاقتكم رح نروح فاصل ونرجع كامل فقرات سيدتي أنت متفوقة معها والطموحة معها أنت السعيدة معها الرابحة معها معها أنت الشابة الدائمة سيدتي سيدة المجلات العربية سيدتي نت معك أثناء دراستك معك في مملكتك ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة في سيدتي بعد الفاصل أبرز مواقع التواصل الاجتماعي وجولة في عالم الفن